ماكرون يتصل بعبد المجيد تبون أتصل به بمناسبة نظن شهر رمضان وتكلموا لكن ما حدث هو الاتفاق على زيارة تبون خليني نشوف لكم البيان لدارات رئاسة الجمهورية ثم بعد ذلك نعلق لكم على هذا الأمر طلق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إمانويل ماكرون تطرق من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي وقد عبر السيد الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالق لقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة لا سيما في غزة كما تطرق الرئيسان إلى الأفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفع البلدين ولا سيما الفلاحة الفلاحة الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السيكة الحديدية وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا وش هي المشكلة ما خلتكم تحددوا تاريخها الرسمي الآن؟ نفس الشيء اللي حكاوه قبل لاحقا 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 ولنستبعد أنها تلغى وإن كنت أرىها ضرورية جدا وأنا كلمتكم من قبل قلت لكم يستحيل تبون يترشح للعهدة الثانية وما يفوتش على باريس وبدون رضا باريس وهذه الزيارة لهذه الأتربة والأسمدة والبلاوي كلها مقدمات وقضايا ذات بعد جهة يعني المكالمة الهاتفية هذه أهدرت على كل شيء هذا الحكاية ما فيها كان مكالمة لن تتجاوز ربع ساعة ضخبتوا هكذا شوية وبعد ذلك هي الهدف كلها الحكاية على الزيارة ولذلك حسب ما وصلني من المعلومات أنه فيه مسؤولين جاءوا إلى باريس في إطار مش زيارات رسمية في زيارة تعلوبيهات لوبيهات يحاولوا يتصلوا بهذا وذاك بضرورة التحرك من أجل منع وإعاقة أي مشروع سواء بطرق هكذا أو هكذا أو حتى سواء بالترغيب أو بالترهيب من أجل أن فرنسا تعلن موقف لصالح المقر أذكروا الكلام سيعرضون الأموال ويرهنون الثروات من أجل أن فرنسا لا تعترف بمغربية الصحر رايح تحل بالجزائر حل وهذه التحركات هما ما يقدروا يؤثروا على فرنسا يجبروها يغروها يغرو بالمشاريع والأموال وكذا وكذا فقط من أجل أن لا تعترف بالمغربية الصحر ولا تكون عندها علاقات قوية مع المغرب هي الحكاية على الزيارة وشفت قبل أحمد عطاف تكلم على أن هناك خلافات في هذه المسألة والزيارة ما زالت قائمة وقلت لكم قائمة هي زيارة حج إلى الإليزي لأخذ كما يقولوا التزكية للعهدة الثانية ليس إلا هذه هي الحقيقة مش الأمور هذه أنت العلاقات الجزائرية راهي راهي سيئة صراحة راهي سيئة لأبعد الحدود خليني نشوف لكم مقال نشراته اعتاد ماكرو على توجيه رسائله عبرها لومون تكتب يأس فرنسي من حصول تقدم في العلاقات مع الجزائر هذا قبل بيوم وفجأة لي فجأة باش تعرفوا راهي الأمور راح نتكلم على بعض بينما تتواتر معلومات عن وجود احتقان في ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا بعد اجتماعي للجنة المختلطة المعنية بهذا الملف بدأت التلميحات تبرز بشأن محاولة باريس اللعب على ورقة النظام المغربي علها تظفر بتنازلات من الجانب الجزائري في بعض الملفات العالقة بين الطرفين هذا التوجه كان محور قراءة في مواقف فرنسا إزاء مستعمراتها السابقة في المغرب العربي الجزائر والمملكة المغربية التي تعيشان قطيعة حقيقية منذ نحو ثلاث سنوات وهي القراءة التي قدمتها واحدة من الصحف المعروفة بثقلها وقربها من مصادر صناعة القرار في العاصمة الفرنسية ممثلة في صحيفة لوموند التي عادة ما يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرومان بارا لتسويق رسائله السياسية والديبلوماسية لشركائه في الخارج واستناد إلى هذه القراءة فالنرئيس الفرنسي وفي مواجهة الطريق المسدود الذي وصلت إليه المصالحة مع الجزائر تقول لوموند يميل إلى إعادة توازن دبلوماسيته المغاربية لصالح الربات وخاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية وذلك بالرغم من أزمة دبلوماسية الحادة التي عاشها مع النظام كذا في سنتين كذا المهم وذلك بعدما يأس من تحقيق ما كان يتمنى هذا إضافة ضئم من كاتب المقال القراءة وإن كانت ذات بعد إعلامي إلا أنها قد لا تخلو من توجيه من جهة ما في دهاليز دولة الفرنسية ما شي عقلية هذه لوموند ما تكتبش بأوامر وإعزاء إذا رأيه فقط في الجزائر يعني كما أنتم تكتبوا في المقالات هذه بأوامر من المخابرات حطيتوا حتى فرنسا لوموند تكتب بأوامر المخابرات قالي بهدف الضغط على الجزائر من أجل تخفيف مواقفها الحادة من بعض القضايا ولسهما تلك اللي تعلق بالذاكرة في وقت تشير الكثير من مصادر إلى أن عمل اللجنة المختلط تعثر في بعض التفاصيل ويشار هنا إلى تمسك طرف الجزائر بحقه المكفور استناد إلى كل التشريعات في استعادة أرشيفه كالما غير منقوص وهو الأمر الذي يبدو أنه تعثر في اللقاء الأخير لللجنة المختلطة بعدما تحفظ الطرف الفرنسي على تسليم بعض المقتنيات ومتعلقات الأمير عبدالقادر بحجة أن أحفاد الأمير تنازلوا عنها لفرنسا فيما يرفض الطرف الجزائر هذا المبرر ويشيرون إلى أنه إن تأكد فقد حصلت تحت الضغط وهو ما يجعل الأمر لهغي وكان صحيف تلموند حاضرة بطريقة أخرى في أزمة عاصفة المهم وذهبت القراءة إلى القول أن الرحلة التي قام بها وزير خارج باريس ستيفان سي جورني إلى الرباط في 26 فبرا منصر أين قال إنه يريد كتابة فصل جديد في العلاقات الفرنسية المغربية هي إشارة أولى على ما تخطت له باريس في انتظام زيارة الدولة المحتملة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرو إلى المغرب في وقت لاحق من هذا العام والتي لم يتم الإعلان عنها رسميا بعد وذلك بالرغم تراكم الخلافات بين باريس والرباط بداية بفضيح التجسس وكذا وكذا وطبق له المهم إلى آخر ذلك من هذا الكلام ليختزل الحديث حول ما يجري في بين فرز أنا نقول هالكم هذه الزيارة راهي الجزائر للنظام الجزائر يريد تزكية للعهدة الثانية ما كانش عهدة ولا رئيسي يحكم الجزائر بدون مواقف فقا باريسية أنا نقول هالكم متبون كان ورح يعزلوه قلت هالكم مرار وتكرار عندما كان في ألمانيا كان شنجريحة وجمعته ورح يعزلوه دخل ماكرون وأنقذه وضع له بعض الأمور وقال لك ها هو رايح في مرحلة انتقالية وما علقوش عليها وما تكلموش تزكية للعهدة الثانية محاولة الجزائر بأي طريقة عن طريق التنزولات عن طريق كل شيء تنزولات في ملف الذاكرة تنزولات اقتصادية تنزولات أمنية كلها فقط حتى فرنسا لا يذهب ماكرون ويلتقي الملك المغربي واعترف مغربية الصحراء هذه هما الأسباب اللي خلاهم هما اللي لهثوا يلون قل هالكم اتصال ماكرون جاء بعد تحركات تحت الطاولة بين الأجهزة على أساس لأنه منذ أنه زار وزير الخارجية الفرنسي المغرب وتحدث عن الحكم الذاتي وأن الأمور ستعرف منعطف جديد وهم يعيشون الرعب الحقيقي وهذا ما تحدثت عنه بالقبل وقلت بأن الأمور ستعرف أشياء أخرى وهذه الزيارة تدخل في هذا الأمر بلا أدنى شك ومحاولة ثاني أن الرئيس ماكرون مايروحش للمغرب ويعلن دعم المغرب لحكم للمقترح حكم الذاتي وأيضا يعلن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء مستعدين يتنازلوا كثير يتنازلوا في أمور الذاكرة أمور التاريخ وكل شيء فقط أنه فرنسا لا تعترف في مغربية الصحراء وهذا هو المتوقع وخلي نشوفه إذا راح ماكرون قبل الزيارة التبون إلى المغرب واعلن شيء حول هذا الأمر ومشى فيه هنا ننتظروا طرح وشيعا راح يديروا العسكر وإن كانوا في حاجة إلى لأن الأمور التي تحدث راه يجب أنها تكون عندها شرعية من الخارج الداخل ما يهمهمش الشعب يروح يفوطي ما يفوطيش والله ما على بالهم به يحلفهم يروح الحبس يحلفهم وتبكي عليه أمه هذا هو منطقهم لكن يهمهم فرنسا ورضا فرنسا ليس إلا لذلك هذه الزيارة يا ناس هي الهدف انتاعها فقط هي كسب تزكي العهد الثانية ومحاولة ثني فرنسا بالإغراءات وبالوعود وبالتنازلات فقط حتى لا تعترف بمغربية الصحراء وهذا الذي سنشاهده رأي العين واذكر كلام